عاجل جدا السودان يحذر إثيوبيا والسعودية تعلق على هذا النزاع الخطير وأول تحرك سعودي تجاه الأمن المائي المصري وسد النهضة ورد ناري من مصر على طلب إثيوبيا تدخل تركيا في قضية سد النهضة وعاجل وردنا الآن الطبيب المعالج للإعلامي عمر أديب يكشف عن حالته الصحية الخطيرة وعاجل جدا نكشف لحضراتكم جاهزية اكتقون الجيش المصري الجديد الأطقم في الشرق الأوسط وبيان عاجل وتوضيح من الحكومة المصرية ننشر لحضراتكم التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا آي إي بي الإخبارية أبل ما نبدأ عوزيني صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أذكر الله يا جماعة الخير إحنا بننشر لحضراتكم أهم الأخبار في آخر 24 ساعة قبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده اكتبتح يا مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل أكتر من خمسمائة تعليق مكتب فيهم دحيا مصر وانتو رجالة وأدها وطنيين تعالوا نشوف أول خبر معنا وعاقل جدا السودان يحذر إسيوبيا والسعودية تعلق على هذا النزاع الخطير أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق يمثل خطورة على السودان وحذرت خلال لقاء مع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان من أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يسبقه اتفاق قانوني ملزم مؤكد تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وفيما يخص الأزمة الحدودية أشارت الوزيرة السودانية إلى أن الدعاءات إثيوبيا بشأن توغل الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين منوهة بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود ومن جهاته أكد قطان أن الهدف الرئيسي من زيارته هو توطيد العلاقات المتينة بين السودان والسعودية وتعزيز الشراق بينهما في شتى المجالات وأهمية الاقتصاد والاستثمار ونوه قطان إلى موقف السودان الداعم للتحالف الإسلامي الرامي لإعادة الشرعية في اليمن وإدانة السودان لهجمات جماعة الحوثي المهددة للحدود السعودية ولمنشآتها الحيوية مؤكدة سعي السودان إلى وضع حل سياسي لهذا الصراع وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدر معانا كان من وكالات وارتي منتصر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل معانا في الوقت الحالي تعالوا نشوف الخبر التاني المهم معانا ورد ناري من بصر على طلب إثيوبيا تدخل تركيا في قضية سد النهضة وجه النائب البرلماني المصري على عصام الجعودي رسالة إلى الرئيس التركي أردغان بعد طلب إثيوبيا وساطة تركيا في الأزمة مع السودان وقال الجعودي خلال حديثه مع آرتي نتمنى أن لا تنسى القط الأحمر الذي وضعه لك الرئيس المصري في ليبيا قبل أن تفكر في الوساطة بين إثيوبيا والسودان وتابع ردا على استعانة إثيوبيا لتركيا في حربها مع السودان إثيوبيا تبحث عن الدول التي لها عداء مع العرب وخاصة مصر والسودان كورق الضغط في كل الملفات لافتا إلى أن إثيوبيا تعلم جيدا أن تركيا لن تستطيع أن تنقذها مثل ما فشلت عندما استعان بها الصراك في ليبيا وأوضح أن إثيوبيا تستعين بتركيا من باب المكايدة السياسية والتهديد وربما لفتح قروات لمساعدات مالية وأضف عصاما أن إثيوبيا تعلم أن تركيا تريد أن تنتقم من السودان بسبب غلق جزيرة سواكم في السودان وكانت تركيا قد اتفقت مع البشير الرئيس السوداني المخلوع لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في السودان ولكن بعد الثورة السودانية والإطاحة بالبشير رفضت السلطة الجديدة أي وجود تركي بالسودان وأشار إلى أن مصر لن تسمح بتدخل أي دولة معادية مثل تركيا في الشأن السوداني وتابع قائلا أتمنى أن لا تنسى القط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي لأردغان في ليبيا من جانبه قال البرلماني المصري مصطفى بكري أنه لا شك أن الطلب الإثيوبي من تركيا للتدخل للوساطة بين السودان وإثيوبيا يحمل في طياته التحريد ضد السودان فتركيا ليست طرفا محايدا ولا تصلح أن تكون وسيطا كونها منحازة ضد السودان التي أغلقت قاعدة سواكن ومواقفها ضد المصالح العربية فهي تحاول أن تستعيد الماضي وتقوم بدور المستعمر في المناطق العربية وتابع كنت أتوقع أن تلقى إثيوبيا لمنظمة الاتحاد الإفريقي أو إلى مجلس الأمن للتحكين خاصة أن الجانب الإثيوبي هو المعتدي على السودان وحدود السودان وهو يدافع عن حدوده ضد الهجمات الإثيوبية على أراضيه وأتمنى من الجامعة العربية أن تعلن عن موقفها تجاه هذا العدوان السافر على أراضي عربية وأن تعلن عن دعمها الكامل للسودان وتتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن المصدر معانا كان من آر تي منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل معانا في الوقت الحالي رأي حضرككم مهم تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني وأول تحرك سعودي تجاه الأمن المائي المصري وسد النهضة أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطار وقوف المملكة مع الحكومة الانتقالية في السودان حتى تعود الخرطوم إلى وضعها الطبيعي ققوة فعالة وذكر أنه بحى ساخل لقائه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم ملف سد النهضة مؤكدا أن الرياض تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية معلنا سعي المملكة إلى إنهاء هذا الملف بالشكل الذي يضمن حقوق الدول السلاس وكشف في هذا الجانب عن لقاءات سابقة له بتوجيهات من الملك سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسيوبي أبي أحمد مشيرا إلى أن الرياض ستواصل المساعي الحميدة لإنهاء هذا الملف الهام والشائك وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء بحث ضرورة التوقيع على الاتفاقية ومذكرات التفاهم العديدة بين البلدين بما يساعد في تحقيق ما سعوا إليه جميعا كما قال إن ملف السلام على رأس اهتمامات السعودية مشيرا إلى أن الرياض ستسعى مع كل الأصدقاء في دول العالم لإنجاح هذا الملف الهام موضحا أن اللقاء بحث ملف الاستثمارات في السودان وأضاف نستطيع من خلال الشراكة بين البلدين الدخول في مفاوضات ونقاشات جادة لكيفية الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن مؤكدا أن وجود قانون لحماية الاستثمار والمستثمرين سيشجع رجال الأعمال في المملكة السعودية الذين لديهم خبرة كافية مقدرا سعي الحكومة إلى خلق بيئة جادة وإزالة كل المؤوقات التي قد تعيق رجال الأعمال والمستثمرين من الدخول في هذه الشراكات المصدر معنا كامل وكالة الأنباء السودانية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم معنا وعاجل وردنا الآن الطبيب المعالج للإعلام المصري عمر أديب يكشف عن حالته الصحية كشف عماد الأكوح الطبيب المعالج للإعلامي المصري عمر أديب عن حالته الصحية بعد تعرضه لحاد السير خلال عودته من مدينة الانتاج الإعلامي بعد انتهاء برنامجه الحكاية وقال الطبيب المعالج دكتور المخوى الأعصاب عماد الأكوح إنه فوجئ بوصول الإعلام عمر أديب منذ ساعة بعد تعرضه لحاد السير موضحا أنه تم عرضه على الطوارئ ووقع كشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء بالإضافة إلى طبيب العظام وطبيب الجراحة العامة وأضاف الأكوح إنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامي وتبين استقرار حالته تماما وعدم وجود أي دواعي تستوجب بقائه في المستشفى وتم إعطائه بعض المسكنات لتخفيف الآلام الكدمات التي تعرض لها نتيجة الحادث من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته وخرج أديب من أحد المستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بعد تلقيه الإسعافات الأولية والإطمئنان على حالته الصحية وكان الإعلامي عمر أديب قد تعرض لحادث سير بمنطقة الشيخ زايد خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد انتهاء برنامجه حيث اصطدمت سيارته بسيارة نقل أثناء سيره على وصل الضهشور بنتقسم شرطة الشيخ زايد أول والحادث أصفر أيضا عن تهشم الواجهة الأمامية لسيارة أديب المصدر كان من اليوم السابع إن شاء الله ربنا أمو السلامة ويرجع تاني البرنامج سالم آمن بإذن الله ويعني ربنا يهدي ويسامح الناس اللي بتشمت فيه وتعالوا نشوف مع بعض خبر آخر مهم معنا وعاجل جدا نكشف لحضراتكم جاهزية أكتاجون الجيش المصري الجديد الأطخم في الشرق الأوسط كشفت صورة وردت في فيديو يعرض الإنجازات في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر الانتهاء من أعمال تشييد مقر الجيش المصري الجديد الأكتاجون الأطخم في الشرق الأوسط وظهر مقر الجيش المصري الجديد المكوم من أبنية ثمانية الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية ويضم مبنى الأكتاجون جميع مقرات أفرع قوات المسلحة المصرية ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه قريبا وتعني كلمة أكتاجون ثماني الأضلاع أو الزوايا حيث أن أكتتعني الرقم ثمانية في اللغة اليونانية ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بمية تسعة وثمانين ألف متر مربع بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بخمسة واربعين ألف متر مربع وهناك مبنيان وزاريان يقعان في مركز الدائرة ويتصيلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية عدد إدارات الجيش المصري بمورات طويلة المصدر معنا كان من صحيفة RT منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض آخر خبر معنا وبيان عاجل وتوضيح من الحكومة المصرية ننشر لحضراتكم التفاصيل رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر على أنباء متداولة بشأن إهضار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية وقال المركز في بيان تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إهضار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإهضار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية وأوضحت النقل أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة حيث تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك من قبل لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري إحدا هما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق المصدر معانا كان من صحيفة RT وهذه كانت إشاعات وأكاذيب للتشكيك في مشروعات الدولة منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر